الدوائر البلدية الـ 14 حقيقة اللي موجودة في بغداد 8 بالرصافة و 6 في الكارك حقيقة ترتبط بالسيد الوكيل البلدي وهذه مهمتها لمحطات الرفع والشبكات الداخلية يعني بأرقام بسيطة عندنا في دائرة بلدية المنصور تعتبر من أطول الشبكات في بغداد وتجي وراها الرشيد بلدية الرشيد 800 و 85 تقريبا وأصغرها يعني أقلها مسافة هي مسألة مركز الكرخ اللي هي 166 ذني لو تجمع حقيقة الدوائر الـ 14 ورح تكون عندنا تقريبا 6000 كيلومتر هي طول الشبكة في بغداد يعني شبكة كبيرة ومتعرجة وطويلة وتحتاج إلى جهد جبار في مسألة الصيانة سواء صيانة منتظمة يعني كل فصلية أو نصف سنوية أو صيانات طارئة هذه حقيقة مهمة الدوائر البلدية يعني إذا ما صار طفع وانسداد بدائرة معينة فهي من مسؤولية الدائرة البلدية ضمن رقعتها الجغرافية هذه معروفة يعني على مستوى يعني كل يدخل إلى مسألة الخدمة في أمانة بغداد يعرف هذا الموضوع مسألة العراق يعني بغداد حقيقتا هي 24 و 1 بال 10 من سكان العراق يعني عدد سكان هائل يصل إلى تقريبا أكثر من 7 ملايين ونص زيني شون خطط محافظة بغداد في الوقت الحاضر أو الخطط المستقبلية لمحافظة بغداد الحقيقة خطط موجودة سواء على مستوى تجهيز الماء الصافي أو مسألة الاستيعاب شبكات الصرف أو محطات المعالجة